فجعت فلسطين اليوم براحيل الدكتور صائب عريقات كبير مفاودي السلام الفلسطينيين وأمين سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي تاركا خلفه إلثا كبيرا في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المفاوضات رصد في هذا التقرير ردود فعل لقادة سياسيين إسرائيليين من مختلف الأطياف على نبأ رحيله وفي ذلك كتب الدبلوماسي يوسي بيرن الذي عامل عن قرب وكثب مع عريقات نعاه قائلا صائب الصادق في الحوار طمح دائما لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ابن مفاوضات جينيف قال لي إنه علم أبناءه السلام وشدد على أن يشترك أبنائه في مخيمات صيفية مع أطفال إسرائيليين لم يكن من السهل دائما سماع آرائه ولكنه كان على استعداد دائما لسماع آراء مختلفة أما الإعلامي الإسرائيلي رفيف الدروكر فقد غرد في تويتر كاتبا عريقات كان رجل سلام حاول جزء من اليمين تصويره على أنه عدو وداعم للإرهاب لم يكن هذا شيئا أكثر من أنه بعيد كل البعد عن الحقيقة لطالما تحدث صائب ضد العنف إن لم يستطع صائب أن يكون شريكا لنا فلن يكون هناك فلسطيني آخر قادر على ذلك هذا يوم حزين جدا من الصعب أن تجد الكثير من الشخصيات التي تشبه صائب في الجانب الفلسطيني وهذا يبدو ما يريده اليمين الإسرائيلي أما وزيرة الخارجية السابقة تسي بيليفني فقد غردت حزنت لوفاته كرس صائب حياته لشعبه وقد اعتاد أن يقول إن الوصول إلى السلام هو قدري أرسل لي رسالة نصية يقول فيها كوني مريدا لكن لم أنتهي مما ولدته لأفعله أعمق تعازي للفلسطينيين وعائلته وكان وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس حزب العمل عمير بيرت من أوائل السياسيين الإسرائيليين الذين ردوا على نبأ وفاته قائلا سيذكر عريقات كرجل آمن بعملية السلام ورافق المفاوضات مع إسرائيل لسنوات عديدة وفضل السلام على العنف تعازي لعائلته والشعب الفلسطيني وكتبت حركة السلام الآن وفات صائب يوم حزين لجميع مؤيدي السلام في إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان صائب رجل سلام جزءا من كل عملية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقاتل لبناء ثقة حقيقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يومه الأخير سوف نتذكر تفانيه في رؤية السلام وحل الدولتين وطالما أن أشخاصا مثل صائب يمدون أيديهم إلينا من أجل السلام فمن واجبنا أن نواصل العمل لعودة إلى طاولة المفاوضات عسى أن تكون ذكراه نعمة دائما وفي مقابلة إذاعية مع جلجلات أعرب النائب عن حزب ليكود تاخها نكبي عن حزنه لوفات صائب الرجل الذي رفق العلاقات مع الفلسطينيين على مر السنين كما أرسل كلمات موسى لأسرة عريقات